أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي وكعادته كل أسبوع رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين من كل أرجاء العالم وخاصة الناطقين باللغة العربية المتابعين لمقابلته عبر شبكة الإنترنت وقال أيها الأبو الأكدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعمة بامتنائم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنطلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة الأطفال والمسنين والمرضى والمتعلمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس تكلم قداست البابا على الصلاة وعلاقتها بالثلوث الأقدس ولا سيم بالروح القدس الروح القدس هو العطية الأولى والأساسية في كل وجود مسيحي بدونه لا توجد علاقة مع المسيح والآب الروح القدس هو الذي يفتح قلبنا على حضور الله ويشدنا إليه وهو الذي يجعلنا قادرين على أن ننادي الله أب أبانا وهو الذي يبدلنا ويجعلنا نختبر في داخلنا فرحا عميقا لأننا نعرف أننا محبوبون الله لذلك في كل مرة نصلي يكون الروح القدس هو الذي يشدنا على طريق الصلاة وهو الذي يذكرنا بالمسيح ويجعله حاضرا فينا هذه الخبرة عاشها مصلون كثيرون الذين كونهم الروح القدس على قياس المسيح إذ ملأهم بالرحمة وروح الخدمة والصلاة هم شهود متواضعون بحثوا عن الله في الإنجيل والإفخارستية وفي الأخ الواقعي في شدة وحافظوا على حضور الروح فيهم مثل نار خفية مشتعلة إن واجب المسيحيين الأول هو إبقاء هذه النار مشتعلة أي محبة الله أي الروح القدس بدون نار الروح تنطفئ النبوآت ويحل الحزن بدل الفرح والتحول المحبة إلى عادة والخدمة إلى عبودية الروح القدس هو الذي يلهمنا أن نصلي ويوعلمنا كيف نصلي والآن تحيط البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية الصلاة هي حوار مع الله حيث يمكننا أن نقول له كل ما في قلبنا لكن يجب أن يكون الحديث صادقاً وواثقاً ومليئاً بالمحبة والرجاء والشكر بارككم الرب جميعاً وحماكم دائماً من كل شر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر